معنا من تونس الكاتب الصحفي سيد جمال العرفاوي أهلا بك سيد جمال معنا على سكاي نيوز عربية سيد جمال ستبدأ طبعا هذه الحملات الانتخابية أسماء جديدة ويفصلنا تقريبا قرابة الشهر أو أقل من ذلك في رؤية مرشحين جدد يأتون في هذا البرلمان الجديد كيف ممكن أن نحلل هذه الوجوه الجديدة هل ممكن أن نرى عودة إلى الماضي أم أن الآتي لن يتضمن أي من المخاوف التي عاشها التونسيون أعتقد أن هذه الانتخابات التي انطلقت حملتها اليوم بشكل بارد جدا لسببين اثنين أولا أن التونسيون همهم الأساسي اليوم هناك فئتين من التونسيين الطبقة الوسطى مهتمة بشكل أساسي بالزيادات في أسعار الطاقة وأيضا مقابل تونس وأستراليا كأس العالم تونس تعيش اليوم على قدم كأس العالم وبالتالي فإن مسألة الخوض في الانتخابات التشريعية على المستوى الشارع هي باردة إلى حد الآن كما يمكن أن نسميها بطيئة جدا على المستوى الوجوه الجديدة بكل تأكيد ستكون هناك وجوه جديدة بعيدة عن كل الطيف حزبي لأنه تقريبا القانون الانتخابي الجديد استبعد بطريقة أو بأخرى الوجود الحزبي في ظل أيضا قرار معظم الأحزاب السياسية في تونس مقاطعة هذه الانتخابات وبالتالي مقاطعة الحملة الانتخابية لأن النائب القادم في البرلمان القادم سوف لن يمثل الشعب التونسي في كامل تراب الجمهورية ولكن سيمثل حيه فقط سيدافع عن مصالح حيه وأبناء حيه فقط وبالتالي فإن هذه الانتخابات سوف لن تشهد جدلا سياسيا كبيرا أو حتى جدلا اقتصاديا كبيرا فيما يخص الخيارات سواء خيار لبيرالي أو خيار اشتراكي كما عشنا في الانتخابات السابقة على مرحلتين نعم سيد جمال اليوم الجميع لا يريد عودة تلك الوجوه التي كانت تستخدم الدين مثل حزب النهضة أو الإخوانيون أو الجماعات المختلفة إلى الواجهة هذا يشكل خطرا ليس فقط على تونس لكن على محيط تونس وعلى كثير من الدول الأخرى لكن أيضا يراد إيجاد تمثيل حقيقي للمجتمع التونسي كيف ممكن أن نحقق هذين الأمرين في هذه الانتخابات؟ هذه عملية صعبة للغاية خاصة في ظل التردد كبير جدا للترشح لهذه الانتخابات كما تعلم سيد الفاضل هناك عشرة من الذين سيشاركون بمترشحين الانتخابات القادمة لانتخابات التي انطلقت اليوم هناك عشرة ضمن الفوز مسبقا لأنه لا يوجد ولا ديم أي منافس أمامهم هناك مسألة أخرى مسألة النسبة المشاركة هناك مخاوف كبيرة جدا من أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة جدا وبالتالي فإن صحيح أنه سيتم استبعاد وجوه إخوانية عن البرلمان القادم لكن بأي ثمن هل يمكن أن يكون البرلمان قادر على الاستجابة لتطلعات الشعب التونسي أم لا أن نبعد عنه أشباح الماضي أم لا هذه هي الأسئلة المطروحة الآن على المحلل السياسي أو المراقب السياسي في تونس مع العلم أن البرلمان القادم سوف لن تكون له أي سلطة سلطة مؤقتا في إصدار القوانين والتشريعات لأن هذه القوانين والتشريعات التي ستنزرها ستبقى تنتظر ولادة المجلس الثاني وهو مجلس الأقاليم لا ندري متى سيجد تجري الانتخابات للاختيار نواب مجلس الأقاليم والجيات لأن القوانين حسب الدستور التونسي الجديد لا يمكن أن تمر إلا بموافقة المجلسين وبالتالي القوانين التي سيصدرها المجلس الحالي ستبقى طيل انتظار انتخاب المجلس الثاني سيد جمال وجوه كثيرة ستدخل ربما تكون شابة ربما تكون يعني معروفة أيضا لكنهم مستقلين هؤلاء المستقلين في دول أخرى رأيناهم يشكلون تكتلات فيما بعد هل هذا ممكن أن يحصل في يعني في الوضع التونسي وما تأثيرها على رئيس قيس سعيد بالفعل هناك محاولات الآن بدأت تجري لتشكيل التحالف بين هذه الوجوه المستقلة يقودها السيد مجي الرحوي وهو نائب سابق في البرلمان السابق وهو من الوجوه اليسارية في تونس إلى جانب شخص آخر قريب من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبالتالي فإنه يمكن أن نرى ولادة تحالف داخل البرلمان القادم قيل أن هناك 400 شخص من المترشحين عبروا عن استعداد من الانضمام إلى هذا التحالف الجديد داخل البرلمان وبالتالي ممكن ننتظر ولادة جبهة سياسية جديدة في تونس من تونس الكاتب الصحفي سيد جمال العرفاوي شكرا جزيلا لك